بسم الله الرحمن الرحيم والله صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابكم معي زيكوا حبيب قلب وحشتوني وحشتوني أنا نهاما ألد من قناتنا وفوق نعمل النهار دا نهاما هنعمل بديل لجبنة الرومي أقرب أقرب حاجة وصلت لها لجبنة الرومي أو جبنة تركي زي ما بيقوله في اسكندرية بصوا أقرب طعم يعني حلوة جدا هتجربها تعجيبك جدا ويبصوا ما فيش هسهل من كده كمان يلا نسمي لها ونطهر نشوف هنعملها ازاي هنجيب الخلاط بتاعنا ايوة هنحط في ايه بقى صلوا عنه عليها الصلاة والسلام بص يا ست الكل واحدة واحدة كده مع بعض هنجيب صفار تلاتة بيضة صفار تلات بيضات ايوة نخد لنا علشان الاستفار دا هي يطعام لنا الجبنة وهيدينا لون للجبنة كمان يعامل من نحيتين فاحنا بس ايه يفصل طول بيضة يعني هنرمو لأ ما ترموش يا ست الكل ترميل ايه ممكن تقليل الولاء ممكن تحط في الفرزة اللي لم تعوزيه بس هو ههه حطه الفرزة اللي دا منا قليل الولاد عمله سندودشات وخلاص يعني موضوع سهل يعني خلاص فعاملت هنا تلات بيضة شلت بقى على جنب وخدت تلات صفار بيضة وحط عليهم كوباية لبن كوباية حليب يعني في بعض الدول اللبن دا هي كوباية لبن حليب حلو كده حلو كده دي كوباية نشا كله كله قد بعضه. قبل نشبه دي اللي الدنيا مش مشكلة. ودي كباية لبن بوضر. كباية لبن بوضر. كباية نشا كباية لبن بوضر. كباية حليب. ثلاث صفر بيض. كباية الا ربع زيت. يعني ده الاساس. ده الاساس. في حاجات تانية انا. اه في حاجات تانية. ده علبة جبن مسلسات اي نوع اللي انت تحبين. ده كان عندي جبن روم اهي. لسيب لك حتى في عشان تعرفيها. آآ كانت موجودة عندي. رحت عملها بالمبشرة. وايه اللي بتحط ده يعنيها? ده ست طعم الجبنة. طعم الجبنة هيودي لك الطعم في حتة تانية. خالص. خالص حطيت معلقتين ما شاء الله هرميتين كده كبير. وحطيت معلقة صغيرة ملحة علشان تطعام للجبنة كده وتقلها حلو. كل ده كلام جميل جدا. احنا سدقي بقى ان احنا كده خلصنا. فاضل التكنيك بس صغير في في طريقة التسوية. بس وعايزنا بقى عايزة تحط فيها فلفل حطي مش عايزة بلاش? ده طبعا اللي رياحك خلص. خلاص? هنا ايه? بنحط يعني سنة صغيرة كده من بودرة الزعفران عشان اللون. برضو هستستغنى عنه ما فيش اي مشكلة ممكن تستغنى عنه او ممكن تحطوا كركم لو ما عندكش البودر الزعفران ده. ممكن تحطوا كركم. ممكن ما تحطش خلص وتسيبه. يعني احنا اهم حاجة الطعم مش اللون ممكن لو يبفتح شوية ما فيش اي مشكلة. لكن ممكن تستبدليه بكركم. خلاص انا كده ايه آآ بربطون في الخلاء. حلوة او كده. جبت حلة وتحتها صنية وهحط هنا الخليط اللي انا خلطته هحطه في قلب الحلة. الحلة اللي ده هنتازت ولا جيت نحيطها خالص ما فيش اي حاجة خالص. والصنية اللي تحت عملها اللي ايه يا نوه? لان انا هسواها على البخار. هجب في الصنية دي بقى مية سخنة من الكتل بتغلي. هحطها واروح من شغلة بقى عليه النار. طيب. نقول المكونات تاني. هنا بتحط ايه يا نوه? بحط هنا فلفل اسود حتى. عايزة تستغنى عنه بلاش. فيه ناس ما بتحبيش الفلفل اسود لا في اللانشن ولا في الجبن ولا الكلام ده براحتك خالص. يبقى كانت كبية آآ لبن بودر. كبية آآ نشا. آآ كباية الربع زيت. تلاتة صفر بيت. آآ علبة جبنة مسلسات. آآ كان عندي جبنة رومي بشرتها عملتها في في المطحن الصغيرة وحطتها. وهنا انت عارفة ايه? انا حطت ما يبتغله وحطته على النار. قدي بقى ليك اهو. يبدأ يعني ايه? يمسك من الجنب كده. هياخد اديها على البتجاز يعني اخده حوالي استعاب الضبط على البتجاز. فهو في الاول خلص انا يعني ابحطه على النار. وبعدين اخلي النار اقل من متوسط. اقل من المتوسط. واسيبه يعيش حياته. او شوفي اللي على الوش ده كل شوء اروح احط السكينة واشوفه استوى لا لا. السكينة زي ما بتختبق كيكا والزبط. استكنة لما تطلح نظيفة خلاص بنت جبنتك تمام. تعمل ايه في الوقت ده? هتسيبهتها ده شوية. اللي بتشوفه بسم الله ان شاء الله كمية اللي طلعت. كمية بسم الله ان شاء الله ولا حاول ولا قلت اللي بالله. تحفة والطعم قريبة جدا 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 يعني عايز اقول لكم توصل لتمانين في المية من طعم الجبنة الرومي القديمة. يعني يعني حاجة يعني بصراحة اش خيال يا ناس يعني. طريقة سهلة ومفيدة وجميلة وكلها يعني مفهاش موضة صناعية مفهاش موضة حفظة ولا موضة صناعية ولا حاجات من خط منها للولاد لا لا مفيش كلام تخالص. هنا بدقها هوات. لا طعمها حلو جدا اقرب طريقة اللي انا عملت اكتر من طريقة قبل كده. عملت يعني شفت الطبقة اللي كان عليها الاول حاساته صغير. حطيتها في طبقة اكبر. هنا الطعبة وتحطها في التلاجة عندك بس نتعملش كمية كبيرة اللي مفهاش موضة حفظة وخد يبالك. انت تعمل الكيميل اللي انا عملتها دي ولما تقلص تعملها غير. هتحطها في التلاجة مش يحصلها اي حاجة خالص. وهتاخدي منها بس مش هتقعد كتير. خد بالك. تعمل منها سندوتشات للولاد اللي تعملوا منها للعاشة. تعملوا من براحة خالص ست البنات. احلى جبنة احلى جبنة قريبة للجبنة الرومي مش هقولك جبنة الرومي. احلى طريقة ان شاء الله وهتعجبك والنتجة هتعجبك هتبهرك ان شاء الله. لان فعلا ابهرتنا انا كمان. اه انا عملاك طريقة تانية قبل كده لسي الطريقة دي يمكن احسن من الطريقة التانية. يا رب ان شاء الله تعجبكو والسلام عليكم.